يعني مثل بسيط واحد يسكن بغرفة واحدة مع خمس أولاد ودخله لا يكفيه سمن خبز وفيه عليه دعوة إخلاء من هذه الغرفة ويعاني ما يعاني إله عم بيملي خمسمائة مليون وما عنده أولاد ومات بحادث فخلال ثانية واحدة انتقل هذا المبلغ الفلكي خمسمائة مليون لهذا الفقير لكن إجراءات المواريس وحصر الأرث لم يتمكن أن يقبض دره مواحد قبل عام لماذا يعيش طوال هذا العام في سعادة إيه ما أكل لأم زائد ولا اشترى بغطف قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فالمؤمن أحد أسباب سعادته أن الله وعده بالجنة